انا اسمي اميرا يسري عندي 23 سنة طولي 153 سنتي بعني من مشكلة السمنة بقلي حوالي خمس سنين وبخاف جدا من قط العمليات فلحد ما شفت دكتور كريم في التليفزيون ولقيته عمل حالات مشاكلها صعبة جدا واوزانها كبيرة جدا فحبت اعملها فوالدتي سبقتني وعملتها وهي اصلا صحتها كانت اسوأ مني بكتير وعندها مشاكل كتيرة جدا فدوت خلاني اخد قرار ان انا اعملها وما خفتش وروحت اتفقتي مع الدكتور وان شاء الله هعمل عملية تكميم قريب جدا وانا مش خايفة ومقصوطة ان انا هعملها ودكتور كريم طميني جدا وبصراحة هو دكتور فوق الممتاز وانا مرتاحة جدا يعني ومش خايفة خالص بسم الله الرحمن الرحيم انا دكتور كريم صابري النهاردة هنوريكم مجموعة عمليات كتيرة منها تكميم معدة منها تحويل مصار منها بالونز منها اصلاح عمليات السمنة السابقة اللي هي طبعا فيه اوزان اللي هي اميرة 95 كيلو على طول 153 سنتي الحزبة معاملة كتل الجسم اكتر من 35 وبتالي نشتكي من مشاكل من السمنة احنا مش لازم يكون وزننا فوق المتين عشان نبتدي نعمل عملات السمنة لكن لازم ان احنا نعالج السمنة as early as possible بحيث ان احنا نعالج كل المشاكل اللي قد تكون فيه مشاكل في الانجاب مشاكل فيه يعني يمكن صعوبة فيه النفس اثناء النوم مشاكل فيه قد تكون اجتماعية من الدرجة الاولى يعني عايز البيس كويس عايز اتحرك كويس عايز امارس رياضة عايز يعني امارس حياته طبيعية زي الانسان الطبيعي يعني عمليات انقاص الوازن قد تعالج مشاكل اجتماعية وتعالج مشاكل صحية منها السكر والضغط ورتفاع الكوليسترول ودهون الكبد وفيه مشاكل في المطاصل وصعوبة في الحركة كل دي حاجات بتجرى خلال فتحات صغيرة يعني عملية تكميم المعدة هي عملية بتجرى خلال فتحات صغيرة قامت يوم واحد في المستشفى العملية نفسها متاخدش اكتر من ربع ساعة نصف ساعة وبعد العملية ان شاء الله انطمينكم عليها بالسلامة وهنوريكم مجموعة عملات كتيرة النهاردة ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم انا دكتور كريم صابري انا بس هوريكم خلال فترة قصيرة جدا كيفية التحضير لعملية تكميم المعدة عملية تكميم المعدة هي عملية سهلة الهدف منها انقاص الوازن بتجرى بالمنظور خلال فتحات صغيرة وهوريكم دلوقات الالات اللي احنا بنستخدمها يعني فصل المعدة عن الضهون ويمكن كمان قص الجزء المعدة ويعزلها عن الجزء اللي احنا بنبقيه المستهلكات كلها امريكي طبعا احنا بنستخدم دباسات يمكن الحاجات اللي هي في السوق المصري كلها هي دباسات امريكي يا اما كوفيدين او جونسون الدباستين مختلفين عن بعض شوية في التكنولوجي يمكن دباسة جونسون دي الغيرات بتاعتها فيها الوان مختلفة شوية بتدسها لك وده يمكن الدبوس اللي احنا بنستخدمه طوله يمكن 6 سنتي 6 سنتي دول احنا بنركب الدبوس بالطريقة دي وبعد الدباسة ما بتدخل التدبس بتدبس وتقص وانشيل ده كمان ونحط واحد تاني طوله برضو 6 سنتي الى ان تنتهي المعدة خلال يعني ممكن تختلف بقى من 5-6 غيرات او 7 غيرات في بعض الناس اللي هي معديتهم اكبر شوية الدباسة دي كوفيدين هما منفروش عن بعض يعني التكنولوجي بسيط خالص دي برضو بنفس الطريقة هو ده الدبوس بتاعها برضو 6 سنتي بنستخدمه بالطريقة اللي زي دي بنركب الدبوس عادي خالص وبعد برضو ما بيدبس بنطلعه وبنركب واحد تاني فالدباسة قد تستخدم لمجموعة من الدباس اللي هي بتخلصينها طول المعدة زي ما هنشوف بعد شوية ده جهاز اللي يجي شهور ده ادبانست بايبولر تكنولوجي اللي هو يعني بيفصل الدهون عن المعدة بطريقة امنة ما يكونش فيها اي نوع من النزيف وما يكونش فيها اي نوع من المشاكل طبعا يعني السمنة لابد فيها من استخدام كل المستهلكات الطبية الحديثة اللي هي يمكن يمكن احسن حاجة ويمكن اكتر حاجة اوبديتت في العالم كل العالم كله بيستخدم نفس التكنولوجي اللي احنا بنستخدمه عشان كده ربنا بوفقنا الحمد لله لأعلى النتائج دي طبعا المعدة اللي احنا بنفصل عن مجموعة الدهون دي دي طبعا الدهون دي بتبقى متفاوتة من عيان لعيان حسب الاوزان ودي طبعا احنا لازم نفصل المعدة عن الدهون عشان بعد كده نفصل المعدة الى جزئين المعدة الجديدة والمعدة المتبقية او دي قبة المعدة وهي ده جسم المعدة ونهاية المعدة اللي هو الانترام كل ده لازم يتشال بالنسبة او قد تصل الى 80% دي الطريقة اللي احنا بنفصل بها الدهون باستخدام جهاز اللي جشور وده جهازة ما قلنا نوع متطور من اجهزة الكاي اللي هو بيفصل الدهون عن المعدة زي ما احنا شايفين بجده المستيز مفيش اي نزيف مفيش اي مشاكل الامور يعني يمكن بسيطة باستخدام كل التقنيات الحديثة الخطوة التانية من العملية ان احنا بندخل جهاز البوجي اللي هو بياخد حجم المعدة اللي احنا هنسيبه نحط شاشة ونسيبها لنهاية العملية بعد كده من جهاز البوجي اللي هيتم الفصل المعدة على المقاس بتاعه زي ما احنا شايفين ان هو اخد حجم المعدة عشان نبقى متطمنين دلوقتي تم عزل الجزء هي دقبست وعزلت في نفس الوقت ودي التكنولوجي المستخدم فيه فريط اللي هي تكميم المعدة احنا زي ما شوفنا العملية سهلة جدا في خلال عشر دهائي بتم عملية التكميم احنا فصلنا الدهون زي ما ورناكوا عن المعدة بقية المعدة فصلناها عن المعدة التانية اللي احنا هتتبقى وفصلناها باستخدام الدبسات اللي احنا ورناها لكم دبسات الامريكي بتقص وتلحم في نفس الوقت يعني تقص وتداب بس ثلاث صفوف على اليمين وثلاث صفوف على الشمال بالطريقة اللي احنا شوفناها دي دي المعدة اللي هتتشيل في المنظر ده هنشيلها بنطلعها بتسألونا طبعا احنا بنطلعها ازاي بنطلعها من البرطات اللي هي خلال فتحة الاثنين صامتي بيتم يعني تصغير المعدة دي عصراها شوية وبنشفط السواء اللي فيها وبنحاول نطلعها من نفس الورط صغير عشان ما نعمش فتحات جراحية ما تبقى من المعدة اللي احنا شاكينه دلوقتي بنعمله اختبار تسريف عشان احنا نخاف من تسريف فيه كل عامليات الجراحى فاحنا دلوقتي بنحاول نحط دي بيز تحت ضغط جامد يعني بنحاول نعمل المعدة نخليها عبارة عن بلونة ونشوف احتمالية الدباسات ودبيز دلوقتي وإحنا داخل العملية عشان نتفادة يعني التسريف زي ما احنا شوفنا كده المعدة دلوقتي عملة زي عبارة عن بلونة يعني لو فيه اي مشكلة في الديوبيز بتبان دلوقتي لان احنا حطينا تحت بريشر عالي جدا المعدة زي احنا شايفين احنا خدنا وزء كبير جدا من جسم اللي هو نهاية المعدة الانتران المعدة ستريت زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده ستريت مفيش دبوس طوالع ودبوس نازل امورنا كويسة خالص الحمد لله ما فيش اي تسريف ما فيش اي نزيف بنطلب من دكتور التخدير كمان ان هو يعلي البرشر يعلي الضغط شوية عشان لو فيه نزيف لقدر الله يبقى داخل العملية ونقوم يعني يعني نوقافه اثناء العملية ما نسيفش العيان للظروف ما بعد العملية زي ما احنا شايفين اميرا خرجت من العمليات الحمد لله بسلامة بقالها ربع ساعة دلوقات من العمليات العملية كلها خارت يعني حوالي ربع ساعة نص ساعة بالإثاقة يعني وهي الحمد لله يعني بقالها فترة قصيرة احنا بعد ساعتين بنتماشى في الطرقة يعني في المستشفى بستة ساعة بنبتدي نشرب تاني يوم اقل من 24 ساعة بنبتدي نخرج ونروح بالسلامة البيت الحمد لله العملية يعني زي ما قلنا بتعمل بالمنظور خلال فتحات صغيرة اقامة يوم واحد في المستشفى دي التكميم المعدة ويمكن عملات اللي احنا شكناها النهاردة كلها ما بين تكميم وبين تحويل كل العملات كلها في وقت قصير واحنا عزينا نوصل لكم رسالة ان عملات السامنة هي عملات آمنة تماما بتجرى بالمنظار مفيش فتحات خالص في البطن بالفتح الجراحي يعني ويعني النتاج بتاعتها هيلة جدا يعني بعد شوية برضو هنوريتو حاجات تانية في التصوير ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم انا اسم اميرة يسري 23 سنة 155 سنتي انا كنت 95 وخصيت 15 كيلو بقيت 80 كيلو في خلال شهرين بس من غير نظام غزائي ولا اي حاجة وانا مبسوطة جدا اني مفيش اي ضغوطات من يمة الاكل وباكل كل اللي انا عايزة بكميات قليلة جدا والحمدالله بقيت قلبس احسن وعجبني شكل جسمي اكتر وخصيت 15 كيلو في شهرين بس والحمدالله في نزول واي حاجة بسأل دكتور كريم بيجاوبني هو متابع معي كل حاجة وفي كل وقت بلاقيه يعني موجود ما بتأخرش عني وانا بشكر دكتور كريم جدا وبنصح اي حد عايز يعمل عملية ما يقلقش خالص ويجي عند دكتور كريم ودكتور كويس جدا وفوق الممتاز متشكرة جدا لدكتور كريم مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير احدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار احدث التقنيات الامريكية لجراحات السمنة موسيقى 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 مساء الخير مساء الفل على كل مشاهدين اتغير مع يومنا حلقة جديدة وعندنا فقرتين النهاردة يمكن فقرتنا الاولى هنتكلم فيها عن حاجة مهمة جدا وانتشرت بشكل واسع وكبير عمليات التجميل او جراحات التجميل خلينا نقول جراحات التجميل او بمعنى ابسط عمليات شفط الدهون او تنسيق القوام او نحت القوام كل دي يعني الناس اللي بتطلقبط وبتقول هي شفط الدهون ده غير تنسيق القوام ولا نحت القوام هي كلها مسميات لحاجة واحدة بس وهي شفط الدهون اللي هي بتهدف الى تنسيق القوام العمليات دي انتشرت بشكل كبير جدا واعتقد ان هي ما يعني اصبحت ليست رفاهية لان هي بالاضافة لان هي بتحسن شكل الجسم هي بتحسن التقدير الذاتي بنسبة كبيرة جدا وبترفع الثقة بالنفس ويمكن فيه نمزك كتير جدا في الحياة يمكن تكون قريبة منك صحبك صحبتك قريبك قريبتك حد من محيط الاسرة ممكن يكون قد لجأ للعمليات دي وغيرت في شكله ونفسيته بشكل كبير جدا الاف الاف عشرات الالاف يمكن ملايين من الناس بتلجأ لعمليات شفط الدهون على مستوى العالم كله مش في مصر بس اصبحت عمليات سهلة وبسيطة ومتطورة بشكل كبير جدا ده اللي هنتكلم عنه النهاردة وهنعرف اكتر عن عمليات شفط الدهون وايه الجديد في مجال نحت القوام وشفط الدهون وازاي اي سيدة تقدر ان هي تعيد تنصيق قوامها مرة اخرى مع ضفنا العزيز الان اسعيدة بلقاءه جدا النهاردة دكتور ايمان انديل استشاري جراحات التجميل في المركز الطبية اهلا يا دكتور ايمان اهلا وسهلا ازايك عامل ايه الحمد لله تماما يعني انا عاوز اعرف في البداية وعايزين نوضح للسادة المشاهدين علشان احنا تكلمنا كتير قوي يا دكتور ايمان بس لسه في ناس تقولك هو فيه فرق بين شفط الدهون ونحت القوام او تنصيق القوام لا لا هما كلهم زي ما حضرتك قلت بالضبط مسميات اه هي عملية شفط الدهون احنا بنقول شفط الدهون من مكان واحد تمام لكن نحت القوام بيبقى شفط الدهون بس من عدة اماكن تمام يعني مش من مكان واحد بحيث ان احنا نعمل تناسق ما بين الجسم وبعض بالاضافة ان احنا ممكن نحقن وممكن ما نحقنش الدهون دي تاني اذا نحت القوام هو اعادة توزيع الدهون مرة اخرى لانه خلينا برضو نتكلم بالشكل ابسط فيه ستات كتير قوي مثلا يا دكتور ايمان تلاقي الجزء العلوي عندها زيادة اي وما فيش وسط وتلاقيها من تحت ما فيش يعني فضية من تحت والمؤخرة ما فيش ودلوقتي الموضة اللي طالعة انه الجزء اللي فوق يبقى اقل ويبقى فيه وسط ويبقى فيه الكيرفي اللي الناس بتقول عنه فده بيتعامل من خلال شفط الدهون اه من خلال شفط الدهون احنا بنسقط الحتة الزيادة اه وبناخد الدهون دهيات نحقنها في الحتة اللي نقصة اه زي البطوك مثلا ازا كنا بس البطوك اه احنا بنفضل احنا نشد بيه الجلد بس يعني يبقى ما نزودش بيه الحجم زيادة عن اللزوم وإلا وزنه بيزيد فبيحصل فيه تراهر تمام اه الادراعات بنشفط منها الدهون برضو والاجهزة دلوقتي بقت حريصة جدا جهاز الفيزر طبعا عمل تطور جامد في الموضوع ده والفيزر بنستعمله في الدهون الكتير 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 لكن لما تكون الدهون كميات قليلة فاحنا بنفضل ان احنا نستعمل الاسلوب العادي الشفط الكلاسيكي العادي الكلاسيكي العادي اه ده على عكس ما الناس كانت متخيلة هم متخيلين ان الفيزر ده بيستخدم للدهون القليلة وللناس اللي عايزة تشد لا يجد شد اقصد من غير شد يعني لا لا اقصد دهون الكتير بيبقى معاها تراهل في الجلد كتير تمام الفيزر فايدته انه بيشد الجلد بعد ما ممشي للدهون انما لما يكون الدهون قليلة فبيبقى الجلد سهل ان هو بعد العملية يشد الواحده اصلا او يشد بريديو فريكوانسي او باجهزة تانية ويشد بالسخولة جدا طيب احنا عايزين اتكلم بقى عن تكنيك عملة شفط الدهون دلوقتي في ناس من اللي بتتفرج علينا نفسها نفسها تعمل عملة شفط الدهون بس خايفة الآن عاوزة تعرف معلومات اكتر عاوزة تتطمر يمكن اكتر يا دكتور خلينا نقول يعني الزيارة الاولى لأي مريض لك في المركز بتكون عبارة عن ايه بتتكلم معاه في ايه بتاخد هل بتاخد التاريخ المرض دي ليه بتحدد له النوع العملية يعني عايزة اعرف المقابلة الاولى بينك وبين اي مريض جاي عمل شفط الدهون بتكون ازاي طبعا انا بسأل المريض او المريضة ايه الحتة اللي مدايقها يعني مش انا اللي بفرض عليها الحاج هي بتبقى جاية اصلا عارفة الحتة اللي هي مدايقها او عارف لان ممكن برضو الرجالة برضو تكون عندهم نفس المشاكل بسألها طبعا اذا كانت عملت عمليات قبل كده اذا كانت عندها سكر عندها ضغط عندها بتاخد ادوية معينة عملت رجيم هي اكيد عملت رجيم واكيد عملت رياضة اكيد عملت كل حاجة لان الرجيم بيخسس حتة ويسيب حتة بنسميح نهارفة دهون غير قبلة لانها هتروح بالرجيم خاصة ممكن تخس من وشها ومن حتة كتير صح انما في اماكن معينة ما بتخسش خاصة زي الارداف وزي الكتاف او الظهر كل الحتة دي ممكن ما تخسش بالرجيم مثلا فانت بتقعد مع المريض وبتتناقشه مع بعض هو مابدئين بيبقى جاية عارف ايه الحياتة اللي مبايئة اللي مبايئة طبعا اكيد بس اكيد انت ليك بيبقى بيبقى ليك التتش بتاعك او ممكن تلفت انتباهه الاماكن تانية هو ما يكونش واخد باله منها او تقوله مثلا لو عملنا دي مع دي هتدي نتيجة افضل ده اكيد طبعا بس هو يعني القرار الاخير بيبقى دايما للمريض يعني انا بنصحه وبقوله ايه الحاجة المفيدة له وبيكون القرار له هو في الاخر طيب اتفق على العملية او اتفقته على العملية هل بيكون في تحضيرات قبل العملية هل هي عملية ممكن تكون سهلة لحد ما او صعبة يعني اللي انا عرفه دلوقت ان هي اصبحت يعني دي جراحات حتى مش يوم واحد هي بتبقى حاجات كده ما فيش فخلينا نعيش في اجواء العملية بقى شوية ها وندخل قدوة العمليات ازاي بقى بيكون التحضير المريض والوقت اللي بتستغرقه هي المريض بيعمل شوية تحليل كلام بسيطة جدا قبل العملية ولما بتدخل المستشفى بنعمل علامات معينة على الجسم بنحدد الاماكن اللي احنا خلاص قريدي كنا اتفقنا عليها خلاص وبتتبنج انا بفضل لما يكون عدة اماكن انها يكون البنج كلي لما يكون منطقة واحدة ممكن يكون البنج موضوعي هوا ممكن عدة اماكن في عملية واحدة اه طبعا ممكن كل الاماكن في المنطقة واحدة يعني كل الاماكن اللي مضايقة المريض تتعيني كلها في جلسة واحدة بس تاخد بنج كلي طبعا البنج كلي دلوقتي البنج دلوقتي بقى متطور جدا 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 وما فيش منه اي مشاكل دلوقتي خالصة الفتحات بتاعت العملية اللي احنا بنعملها فتحات نص سنتي كل واحدة نص سنتي لدرجة الان احنا بنخيطهاش يعني يعني مش مستهلة تتخيط اصلا يعني لانها بتبقى يعني هي بتروح بعد كده اصلا بتروح وتختفي تماما اه بنش خالص يعني اه اه والعملية بتستغرك وقت ايه داخل غرفة العملية لا ما وحسب كمية الدهون اللي احنا هنستعملها وحسب احنا هنستخدم اني تكنيك يعني لو احنا هنستخدم فيزر الفيزر ده جهاز اضافي مع البيزر العادي على الشفط العادي اه يعني انت بتوشف بالعادي بعدين بتعمل بالفيزر وبعدين بعمل بالفيزر اه وبعدين بدخل الفيزر تاني بعد الصفت اشد بيه الجلد فالجهاز الفيزر ده جهاز اضافي اه يعني هو بنصفط عادي انما بنضيف عليه جهاز الفيزر ده عبارة عن موجهة صوتية عالية جدا بتفتت الدهون خالص وبتخليها سائل او حاجة زي يعني اه لان الدهون احنا عارفين انو هي حاجة خلبة شوية اه الحقيقة الدهون جمدة جدا جمدة يعني مش هاشة كده لا مش زي الناس ما هي متخيلة ده ايه ده معقولة لا 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 اه بتبقى تكتلات دهون ما هياش وفي بينها وبين بعض فبراستشو نسيج ليه فيه اه يعني الدهون دي حاجة صعبة بقى على كده اه طبعا بتبقى مجهود بتبقى مجهودة عالدكتور لكن العيام العيام بيكون ناين العيام مش حاسس بحاجة مش حاسس بحاجة ومعنين ما فيش اي اي وجع بعد العملية ولا اي حاجة بتلبس كرسيهات او اه روباط للأيد او روباط للرجل حسب المنطقة حسب المنطقة اللي احنا عاملناها اه وبتعود بيها شوية وخلاص ولا في درانق بقى ولا في حاجة ولا فيش حاجات مجهودة يعني الموضوع بقى سهل وبسيط جدا جدا وبتعامل يعني مش هاشة اقولك كم يعني احنا بنعملنا كل يوم حاجة اكتر اكتر من اللي هو زي لا هي طبعا هي هي العملية رقم اتنين يمكن على مستوى العالم اه اه تصنيفا يعني لا انا اقصد في في سهولتها او في بسطتها لا لا يعني سهلة جدا عملية بسيطة جدا للعيام هي بتبقى مجهدة شوية للدكتور لما تكون الاماكن كتير لانها بتحتاج لمجهود عضلي كمان وتركيز وتركيز علشان تشوف المقاييس والسنسيشن بتاع احساس الدكتور بالجلد لان احنا بنشتغل في حتة ما احنا شايفينها صح اه ايد الدكتور لازم تكون حساسة وعارفة الاماكن العالية من الاماكن الواطية اه والعلامات الاولانية اللي احنا بنعملها قبل ما ندخل العمليات دي اهم من اي حاجة جيل جايد يعني جيل جايد بتاعي اه وهي دي بتبقى اساسية في العمليات طيب احنا نروح لتقرير يا دكتور ايمان ونرجع نكمل كلام المرة اه اتفضل يا فان هحكيلكو حكاية دينا ده بقى لها كتير قوي نفسها تخس وعندها مشكلة في منطقة البطن والاجناب والضغم والمشكلة دي كانت بتخليها تصحى من عز النوم بالليل من كتر ما هي مش عارفات تنفس حتى وهي خرجة في لبس معين بس اللي المفروض تلبسه وطبعا اللبس ده اللي بيلمي الدنيا ويداري الدفوهات زي ما بنقول حتى وهي بتشتري لبس كانت دايما بتجيب مقاسات اكبر من سنها وطبعا ابعد ما في خيالها ان يجي اليوم اللي تلبس فيه الميول اللي بتحبه من كتر ما كانت زهقانة فقدت الامن وبقت تاكل اكتر من الاول لانها مش عارفة تخس ولا تعمل ضايب دي ما كانتش بتعرف تحط رجلة على رجلة كانت ما بتحبش تنزل من البيت وده كله بيرجع لسقاطها اللي كانت مهزوزة بنفسها وشبه مش موجودة اصلا وجي يوم كان نقطة تحول في حياتها وهي قاعدة بتتفرج على التلفزيون لقيت المركز الطب الدولي وحلاب بتتكلم عن عملية شفط الدكتور وفعلا راحت المركز الطب الدولي وقابلت الدكتور واقنعها بالعملية وعملتها وبصراحة ما كانتش مسدقة انها هتشوف جزء من نتيجة العملية بعد 24 ساعة بس بعد عشرة ايام نددأت واحدة تانية خالص موسيقى مش��link موسيقى المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة وطبعا سبكوا من كل اللي فات دي مش مصدقة ان بقت تلبس اللبس اللي بتحب موسيقى موسيقى شكرا للمركز الطب الدولي اللي رجع لها سقطها في نفسها مرة تانية موسيقى لسا مكملين يا دكتور ايمن ويمكن كنا بنتكلم عن سوق توزيع بقى الدهون دلوقتي معظم الستات عاوزة يبقى ليها الكروفات دي تبقى الوسط ما عرفش ازاي فهل ده بيعني سهل ان هو يتعمل يا دكتور يعني في ناس تقولك معقولة معقولة انا ممكن ابقى كده يبقى هي جسمها كله حتة واحدة وتقولك انا معقولة عندي تعرف بعد الخلفة والحمل والعيان الدنيا بتبوص خالص فبتبقى حاوزة نفسها ترجع يعني على القل زي ما كانت تاني لا لا طبعا دي اولا دي بنرجحها طبعا زي ما كانت قبل ما تبقى حامل وتولد وكل حاجة اه انما المهم ان يكون عضلات بطنها اصلا قوية يعني بعد ما تولد لازم تعمل رياضة عشان عضلات بطنها تبقى قوية لان لو انا شفت دهون وعضلات البطن مترهلة حيفضل المنظر برضو مش حلو مش حلو هل لازم تشد بقى شد جراحي لازم تشد شد جراحي عملت ميتك بقى انما الجناب والكتاف والحطتين بتوع الظهر اللي ورا دول دول اللي عضمة الظهر دول كلهم بيتشفتوا وممكن نعيد توزيحهم بقى نحطوهم في الهنش الديهن نفسه لان بتبقى عملية زرعة عادية يعني نحطوهم في البطوك في الهنش نزودو نشد الجلدبين نزود حجم الفوليوم بتاع والوسط والوسط يتعامل ده الوسط بيتعامل سهل بس ده مش لازم شد يا دكتور يعني ما أنا قلت الحقيق ايه لازم تكون عضلاتها يعني بعد ما بتولد لازم تكون رجعت عضلاتها سليمة طب واحدة ما رجعتش عضلاتها سليمة وبطنها ما يعلم بها لربنا وفيه تراهلات والعضلة بايزة تعمل ايه؟ بصي حضلاتك مدام العضلات مترهلة يو لازم تعمل تامي تاك لازم لازم شد البطن شد البطن وفي ساعتها بنعمل لها وسط برضو بشد العضلات اه انت بقى بتدايق بقى العضلات من النصر؟ لا من الجناب هنا في عضلات في الجناب هنا برضو بندايقهم ايوه وبنعمل الوسط ده ده بالاضافة للعضلاتين اللي في الوش دول بنقلب نصهم لجوه وبنشد العضلة وبنقلل الكافيتي بتاع البطن من جوه بحيث انها ما بتعرفش تاكل نفس كميات الأكل اللي كان بتاكلها قبل كده لان مافيش سبيس البطن تكبر فيه لا مافيش اه فهي بتخس بعد عملية التامي تاك بتخس يطلع عشر خمساشة كيلو وعدها اه انا بلاحز كده ان هم بيخسوا بعد عملية شفت الدول ماهو مافيش حضريرك احنا عاملين لما بنشد العضلات المائدة كانت بتاخد برحة الاول اه وتتميلي كويس لتا دلوقتي زنقت على لكن انا كبست عليها كبست على البطن من برا اه من برا اه من غير ما نعمل لحاجة من جوه اه بحيث ان البطن المائدة لما بتيجي تتميلي ما بتقدرش اه هي العيانة بتاكل كميات قليلة اه اه فبالتالي بتخس بعد العملية من عشر خمساشة كيلو كمان اه طيب اه في ناس كتير بعد عملية شفت الدهون بتقولك هو انا لازم اعمل دايت او هو انا اه الناس تانية بقى تقولك طبعا انا اكل براحتي بقى طالما عملت عملية شفت دهون يعني في ناس بتعمل كده وناس تقول كده ايه صح فيه لا 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 طبعا بصي حاجة طالما هي راح يتعامل شفت دهون الاماكن اللي اتشفت فيها الدهون مش ترجع تاني خلصت انتهت اه خلصت لان احنا شلنا قللنا عدد الخلايا الدهونية الموجودة في المنطقة دي انما لو هي اكلت كتير وما اهتمتش باكلها وبالنظام الغذائي بتاعها هتتخن من الاماكن اللي احنا ما شفتناهاش اه طيب دي معلومة يعني واحدة شفت في بطنها اه عمالة تاكل وخلص ما انت اكيد هتتخني يعني هتتخني من ايه يعني مش معقول هتتخن من الجناب اه هتتخن من ضهرها اه لكن مش هتتخن من بطنها خلاص يعني الحتة اللي احنا شفتناها مش هتتخن منها تاني طيب دي معلومة مهمة جدا وبصراحة انا بحترم يا دكتور صراحتك الشديدة انه يا جماعة اكيد اللي بياكل هيتخن لازم فدلوقتي انت شفت بطنك بطنك مش هتتخن تاني انتهت بس اكيد هتتخني يعني اكيد ممكن تتخني من اماكن تانية فده احنا مش عاوزين فاحنا عاوزين عمليات شفت الدهون دي تبقى بداية لايف ستايل جديد بالضبط مختلف يعني اللي لايف ستايل القديم اللي كنا تبقى حافز كده والواحد يشوف نفسه بقى شكله حلو تمام ومبسوط بشكله يستقصر حتى على الاقل ان هو يبوز اللي هو عمله اللي هو عمله والشكل الحلو ده انا بشكرك دكتور ايمان على وجودك معي النهاردة بيك العزيز دكتور ايمان انديل هنروح لفاصل بعد الفاصل باشرتك مع ماسي ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو اصغر شكليا عشر سنوات ماسي دورو جولد يحتوي على إلى 56 عنصر اهمهم الدهب الخام عيار 23 الكافيار والكولاجين والهيلورونيك أساد والسيرامايد المعروفة بقدرتها على اعادة شباب البشرة قريبسة بوضائمة يâteب المقابلة الكافيار والكولاجين السيرامايد والهيلورونيك أساد ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومة دبي الإمارات ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير منتج إيطال الصنع ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سنة بعشر سنوات من الأولى من مناسب لجميع أن تبدو مرخص من حكومة دورو جولد ستبدو مرخص من حكومة وضحة وضحة ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطري ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم جاوف ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلاديلفيا بنسلفينيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب أعتقد أنه الجمال ليه مقاومات كتير قوي والبشرة الجميلة أو الحلوة من أهم مقاومات الجمال يعني ممكن الستة تبقى لابسة حلوة قوي ومتشيكة قوي والدنيا اللطيفة وتبصوا فوشها تلاقي فيه مشاكل الدنيا والآخرة فكده كل حاجة اتمسحت راحت ما بقاش ليها معنى ولا أي حاجة وممكن تلاقيها لابسة بسيط جداً ستة بسيطة جداً جداً يعني ما فيش أي حاجة غريبة يعني أو زيادة في لبسها منتهى البساطة لكن تبص في وشها تلاقي نور وصفاء وحاجة جميلة جداً تحب أنك تبص الوشها أي ستة في الدنيا تتمنى طبعاً أن وشها هيبقى جميل هو الوش ده هو يعني الأساس أي واحدة في الدنيا تتمنى تبص في المراية تبقى مبسوطة على الأقل ما تبقاش متضايقة من نفسها لأنه ده بيديها يعني بيحبطها بشكل كبير جداً والواحدة لما بتبقى متضايقة أو في حاجة في نفسها يعني مدايقاها أو في وشها في وشها خلينا نقول بمعنى أصح مدايقاها يعني بتبقى شايفة الدنيا كلها سودة ومش لطيفة ويا سلام بقى لو واحدة صاحبتها كده ما خدتش بالها وعلقت لها تعليق ولا جوزها قال لها كلمة ولا بتاع الدنيا بتقفل معها خالص فالاهتمام بالبشرة ده مهم مهم جداً أنا في نظري أنه من الأولويات ومن الأساسيات أن لأي ستة لازم تراعيها وتهتم بيها في ستات كتير بتتحجج أن هي ما عندهاش وقت أن هي مشغولة أنا وانا عندي وقت أروح أعمل أتجمل ولا أعمل مش عارف إيه ولا أروح أحقن ولا روح إحنا في فقرتنا دي ما بنتكلمش عن كده خالص إحنا في فقرتنا دي منتكلم عن ماسي دورو جولد الكريم اللي عنده قدرة على علاج معظم مشاكل البشرة من غير ما تتعبي نفسك ومن غير ما تتحججي ومن غير ما تقولي أنا مش فاضية ومن غير أي حاجة خالص هنتكلم عن ماسي دورو جولد النهاردة وهنعرف إزاي بيشتغل على البشرة وإزاي بيعالج معظم مشاكل البشرة سواء للنساء أو للرجال مع ضيوفي الأعزاء اللي معايا النهاردة في فقرتي دي دكتور دينا أبو الصعود المدير الطبي لشركات ماسي فارم أهلا يا دكتور دينا أهلا بك يا يومنا يعني مش عارفة يعني الواحد بتجمل لنفسه مش مش لأي حد الواحد يهمه إن هو يشوف نفسه يشوف نفسه حلو صحة ولا غير فعلا يا يومنا أهم حاجة إن استيتي تتحس إن وشاء حلو وشاء حلو هتدي في شغلها هتدي في بيتها هتدي مع جزها مع ولادها هتدي نفسها مع أهلها لكن لو فعلا صحت من النوم بسط في المراية لقيت إن في مشكلة معينة في وشها زي هلات سودة اللي هي أبسط حاجة بتدائق جدا مش هتدي الكواليتي المطلوب منها مع ماسي دورو جولد حقق نجاح كبير ليل أن الكريم الوحيد والأمثل والأقوى في عالم التجميل ماسي دورو جولد الكريم اللي قدر يعالج ممكن أقول كل علامات التقدم في السن مش معظمها إيه هي علامات التقدم في السن تجعيد يعني ممكن مثلاً واحد يقولك إيه ده هو أنت شكلك كبران شكلك في حاجة كبيرت شوية الكبر يعني تجعيد الكبر يعني بقع في البشر الكبر يعني يتهدل ماسي دورو جولد يقدر يشد الجلدة يومناك يقول لي فعلا ماسي دي رجال دي قدر يشد الجلد نستغن عن الخيوط نستغن عن حاجات كتير طبعا التهدلات البسيطة احنا مش محتاجين لأي اجراء عمليات جراحية او خيوط مع التهدلات البسيطة بيشد شدة خفيفة ماسي دي رجال دي قدر يدي ترطيب عائل سهل اذا اقولك انه اول ما مستخدمه احنا بنحس بشدة الجلد ده كتير صح يعني انا حسيت بشدة الجلد صح يعني مش عاملة كده ولا ان انا عطا اتحرك يمين ولا شوانا ولا وضحك ولا وضحك انت ايومنا ما عنديكيش مشكلة في البشر ايو لا انا بقولك انا بحق انا حسيت انه الجلد عارفة تشد ايو يعني عارفة بيلمع صح صح مش الشدة اللي هي البيخة اللي هي انت فاهم قصدي اكيد اه طبعا ماسي دي رجال دي ترطيب عالي اوي فانت كل ما بترتب بشتك بيبقى الالستيستي بتاعت الجلد عالية بيبقى فيه مرونة حلوة اوي هتلاقي نفسك عملتي قاية من التجعيد حتى لو ما عنديكيش بتعملي قاية مش معنى انك انت حلوة او اي سيدة حلوة انا مش محتاجة ماسي دلوقتي لما يحصل لي مشكلة لا ماسي درو جولد بيستخدم من سنه صغير جدا من 18 سنة عشان تحسني كوالتي بتاعت الجلد وتعملي قاية من ظهور علامات التقدم في السن ماسي درو جولد شركة ماسي فارم مستعجلتش ابدا انها تنزله في الماركت ومسطر خاصتش في مكوناته عملنا ابحاث لمدة 6 سنين على كل انواع البشرة البشرة الدهنية ازاي نقدر نناسبها البشرة الجافة ازاي نقدر نناسبها كل الوان البشرة فماسي درو جولد فعلا طفرة كبيرة جدا في عالم التجميل ويمكن يا دكتورة حنان ال6 actions اللي هم الحاجات اللي بيعملها او الوظيفة اللي بيعملها ماسي مكتوبة على العلبة طبعا خلينا نشوفهم وتشرحلنا بقا يعني ايه انه هم بالانجليزي طبعا هو كل حاجة مكتوبة بالانجليز فصي هو فعلا في علبة ماسي درو جولد هنلاقي ال6 actions اللي هي ال6 حاجات اللي بيعالجها ماسي درو جولد كلهم مكتوبين وكمان مكونات ماسي دورو جولد ال56 مكون كلهم مكتوبين على العبوة فاحنا ماسي دورو جولد يا يومنا هو كورس علاجي تجميلي للبشرة ودايما بنأكد على كلمة علاجي انه مش بس كريم تجميلي للبشرة بيدي نظارة وحيوية لأ ده كمان بيعالج عيوب البشرة بيعالج ايه يا يومنا او ال6 actions بيعالج الكلف بيعالج النمش بيعالج الهالات السودة بيعالج التصبغات الجلدية والبقع البكنة بيعالج مشكلة شحوب الوجه فماسي دورو جولد فعلا بيقدر انه يعالج بالاضافة الى انه يجمل البشرة يعني هما دول المكتوبين اه المكتوبين اللي هما 6 actions خلينا نقراهم anti wrinkles اللي هو مضاد للتجعيد او مضاد العلامات التقدم في السن anti age مضاد للعجز نفس الخطوط التعبيرية اللي بتدي عجز للبشرة whitening يعني تفتيح او تبييد اللي هو بنقول عليه بيعالج البقع الدكنة او التصبغات الجلدية moisturizing ترطيب يعني بيقدر انه يرطب البشرة ولما برطب البشرة بزود مورونة الجلد يبقى بمنع تكوين التجعيد وبأخر علامات التقدم في السن nourishing ده اللي احنا بنقول عليه انه من اول دهنة او من اول ضغطة بلاحظ نضارة وحيوية للبشرة بلاحظ ان الوش قد ايه منور الفيس lifting اللي هو شد الوش اللي انت كنت لسه بتقول عليه اللي بنحسه من اول ضغطة ومن اول استخدام اللي هو انا وشي مش مشدود من اللي هو مش عارف اتكلم او مش عارف اتحك لأ وشي يعني لو فيه يعني اي خطوط اللي هي عفل خطوط اللي هي عفل خطوط اللي هي عفل خطوط تعبير وش عادي اقدر اكشر اقدر ارفع حواجمي مفيه اي مشكلة طيب اذا هو ما بيتعرضش خالص مع فكرة البوتوكس والفيلر دي حاجة ودي حاجة تانية خالص طبعا مسيد روجولد بالعكس انا بنصح كل السيدات او الرجال اللي بيستخدموا حقن فيلر و بوتوكس نستخدم مسيد روجولد لازم مع الحقن طيب ليه انا استخدم لو مسلا سيدة عندها مشكلة تجعيد بس انا ما عنديش غير تجعيد وانا بحقن فيلر و بوتوكس انا بنصح انا هتستخدم مسيد روجولد معا لان مسيد روجولد الدهب من اهم مكوناته مش موجود في حقن الفيلر والبشرة محتاجية مضادات الاكسادة مش موجودة في حقن الفيلر والبشرة محتاجية الكولوجين الفيلر كل الحاجات دي اولا اي حد بيحقن كل ست وشور لازم يحقن فدي حاجة كلنا عارفينها دي مش موجودة في مسي انه كل ست وشور لازم لا اطلاقا مسيد روجولد انت بتلاقي الفيلر و بوتوكس بتديك النتيجة لان كنت بتحطي الملي تحت الجلد مباشرة كل شهر بينقص 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 فبترجع يتحقيني ما سيد الرجود لانت كل يوم بتحطي كمية في كمية في كمية فبيقعد الجلد بتشرب بيتشرب لغاية ما بتخلص الكورس بتاخدي النتيجة الكلها بعد الست شهور من الكورس فبيقعد فترة طويلة كمان هو بيحتوي على مضادة الأكسادة يعني بيعالج التجعيد وبيمنع من ظهور التجعيد تاني تقعد فترة طويلة يعني يقولي خلاص طب يا دكتورة دينا انا مش هقدر اجيب مثلا غير عبوة انا عندي عملة كتير بيكرروا انت عفا سيكولوجيكلي ادكت يعني لو انت بتحبي حاجة بتكملي معها في عندنا عملة بيقولي لا احنا عايزين ناخد العبوة ومش قادرين مثلا على عبوة تانية انت بتحفظي بعد ما بتخلصي ما سينك تنامي كويس تشربي مياه كويس ما تتعرضيش لشمس كتير هتلاقي فترة طويلة جدا وشك زي الفل ومفهوش اي علامات تقدم في السن فعلى طول بقول ما سي دورو جولد لا يتعرض مع حقن الفلر والبوتكس ولا حتى الخيوط بالعكس لازم نستخدم ما سي دورو جولد مع الحقن والخيوط كمان طيب نروح لتقرير ونرجع مرة تانية نكمل كلامنا ما سي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو اصغر شكليا عشر سنوات ما سي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم ما سي دورو جولد يحتوي على ستة وخمسين عنصر اهمهم الدهب الخام عيار تلاتة وعشرين والكافيار والكولاجين والهايلورونيك اساد والسيرمايد المعروفة بقدرتها على اعادة شباب البشرة المعروفة بالتجميلة المغرورية هم الشباب المغرورية كافيار والكولاجين والسيرمايد والهايلورونيك اساد ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات ماسي دورو جولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير منتج إيطال الصنع ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سنة بعشر سنوات من المرخص من المرخص من المرخص من المرخص من المرخص من حكومات دبي الإمارات ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم جايف ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلاديلفيا بنسلفينيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب يمكن دكتورو حنان أنه ماسي يتعرف أنه كريم الدهب تمام عشان هو فيه دهب ويمكن لما بنحطه بنشوف الدهب يعني ده مكون باين وواضح للناس كلها خلينا نتكلم شوية عن المكونات خاصة أنه إحنا اللي بتعودين عليه أنه الكريم يبقى فيه مكون اتنين يعني تلاتة لما يبقى وقسامة كبيرة جدا طبعا ومعروفة وبتعتمد على أنه هي بقى إيه يعني حاجة واحدة بس أنتو عاملينه فيه 56 حاجة بالظبط فالناس اللي بتستغرب أنه هيعالج كل مشاكل البشرة دي لا دول 56 حاجة ده لو كل حاجة من ال 56 تركزت على حاجة خلاص إحنا خلصنا كل مشاكل البشرة خلينا نتكلم شوية عن المكونات تمام هو بالنسبة للمكونات يومنا أنا بصراحة ما بحبش كلمة الدهب دي لأنا دايما أقول جزيئات الدهب لأن فيه منتجات كتيرة قوي في الماركتز بتحتوي على الدهب سواء كان مية دهب أو ماسك دهب ده ما بيديش نفس الإفكت أو نفس تأثير ماسي دور جولد وده اللي بيخلي ماسي دور جولد مختلف تماما عن أي منتج آخر في الدهب فماسي دور جولد بيحتوي على جزيئات الدهب أو بنسميها الجول بارتيكلز عيار 23 وهي قدامنا على الشاشة زي ما انت شايفة كده يومنا هي جزيئات اللي هي الكوار دي فدي جزيئات دهب عيار ده نفسي طبعا إذن البشرة تنتصد دهب بالضبط عيار 23 فأي حد هيفتح حلبة ماسي دور جولد هيلاء السرتيفكت جارانتي أو شهادة الضمان اللي هتضمن لي من المصنع في إيطاليا طبعا اللي هتضمن لي أن ماسي دور جولد متصنع من جزيئات الدهب عيار 23 طيب الدهب بيعمل إيه؟ الدهب هو بينشط الدورة الدموية اللي هو استيميلات البلاد سيركوليشن بينشط للدورة الدموية في الجلد عشان يحفز إنتاج الكولوجين كلنا عارفين الكولوجين قد إيه مقوم للتجعيد قد إيه بيقدر يعالج الخطوط التعبيرية علامات التقدم في السن فده اللي بيدي الدهب مصطلح اسمه اكسير الشباب الدائم ده اللي دايما كلنا بنقول عليه أن الدهب فعلا هو بيقدر يعالج التجعيد بيقدر يعالج علامات التقدم في السن والخطوط التعبيرية الدهب مكون رقم واحد في علاج التجعيد كمان الدهب فيه ميزة مهمة جدا انه غني قوي بمضادات الاكسادة مضادات الاكسادة اللي هي اللي بتديني ناريشنج للفيس او بتديني اللي احنا الموجود في السيكس اكشنز اللي هي نظارة وحيوية البشرة فالدهب مهم جدا جدا يومنا فيه مكونات ماسي دورجولد الدهب كمان بيخلي ان انا اول ما بحط ماسي دورجولد على وشي بحس بسخونية خفيفة او حرارة كده خفيفة دي بترجع ليه تنشيط الدورة الدموية عن طريق فعل جزيئات الدهب ده بيقدر انه يسخني البشرة عارفة اديكي مثلا زي ايه زي الناس اللي بتلعب رياضة مثلا او بيوظبوا على التمرين الرياضية فيه فترة تسخين في الاول اللي هي الكارديو دي اللي بتحفز العضلات بتاعة الجسم عشان تقدر تستقبل اي مثلا تمرين حديد ويدس بتاعها تستخدمي نفس الحاجة في الدهب الدهب بيسخن البشرة بيخليها تبقى ready او مستعدة ان هي يعني خمسة وخمسين مكون الموجودين في ماسي دولغلد يشتغلوا عليها ويقدروا ان هما يدوني الحيوية والنضارة وعلاج جميع عيوب البشرة اللي بنتكلم عليها طيب ده الدهب طب الكافيار طب احنا فيه كافيار ده ده الواحده بتعمل عليه قصص بالضبط وفيه فعلا منتجات كتير في الماركت اي مع الكافيار فقط الكافيار مهم جدا جدا يا يومنا الكافيار غني جدا بمضادات الاكسادة غني بالاحمد الامينية امينو اسز غني بالاملاح المعدنية المينرال سولز الكافيار مستخلص من مية البحر فعايز اقولك انت لما بتعوضي قدام البحر شوية بتحسي قد ايه بنضارة وحيوية البشرة فتخيالي الكافيار غني بكل الحاجات اللي قلنا يا غني بالبوتاسيوم غني بالسيلينيوم كل الحاجات دي بتدي نضارة وحيوية للبشرة بتعالج التجعيد بتقضيلي تماما على اي شحوف في الوجه طيب منتج فيه 56 حاجة لازم يكون منتج فخم هل في طريقة بقى معينة لاستخدامه هل في يعني بروتوكول معين لشان هي الناس بتسأل بتسأل ومنح قولهم طبعا انهم يعرفوا ازاي يستخدموه ونتجته هتبن معهم بعد قد مسي دروجول طريقة استخدامه سهلة جدا يا يومنا كريم زي اي كريم بيستخدم صباحا ومساءا مكتوب انه هو طريقة استخدامه طبعا هي دي عبوت مسي دروجول دي عالطول بنصح كل اللي بتفرجوا علينا محدش يفتحها من هنا عشان هو معقم كويس جدا هو بالبامب هو بالضغط يا جماعة مش زي الكريمات العادية بتتفتح بغطاء ولو حصل وتفتح يتقفل على طول عشان ما يتخلوش هوا او مايكرو ارجانيزم او بكتيريا احنا بنضغط 3-4 ضغطات على كاف ادينا وبنوضعه على الوش كله زي اللي في الفيديو بتشوفي حتى جزائيات الدهب موجودة مهم او يقول ان المساجي بقى من تحت الفوق عكس الجاذبية الارضية احنا بنقول ان هو بيشد الجلد فمناخدوش بنتحت نشد الجلد على فوق لان كل ما بتتقدمي في السن الوش الجاذبية الارضية بينزل فمن علامات التقدم ان الوش نزل فانتي مع ماسي بتشديه على فوق انك انتي سن في البطاقة بيكبر بس وشك مجدود زي ما هو فهو ده انك انتي ازاي تقدر يتعجزي هوا فيه ناس بتنسى اصلا سنها على فكرة فيه ناس بتنسى والله العظيم سنها اللي في البطاقة صح تقولك يعني انا انا فعلا السن رقم مجرد رقم شو مهم شو مهم انا عندي كم سن المهم ان شكل حل مهم ان روحي لسه صغيرة المهم ان انا عايش الحياة ببوساطة شديدة جدا وردي عن نفسي فمش مهم بقى عندي ستين عندي سبعين عندي ثمانين انتي كل يوم التاني شايف على الصفحات السوشال ميديا والفيسبوك مش عيرين صور لناس عايشين برا يعني او لفنانات جميلات يعني ربنا يديهم الصحة وطلط العمر كلهم ويقولك دي عندها ستين سنة ودي عندها سبعين سنة ودي عندها ثمانين مالهم هم زي الامر يا جماعة يعني هم مش عيرينها الاساس ان هم يعني ايه بيقولولك بصوا جمالهم عاملين ازاي بصوا هم عاملين ازاي الناس دي بتهتم بنفسها جدا جدا هي ما وصلتش للمرحلة اللي هي فيها دي ان هي عندها ستين سنة وبين ان هي عندها تلاتين سنة من فراغ على فكرة ولا هي اكيد هي برضو محظوظة ان هي شكلها صغير بس هي اشتغلت على نفسها وتابت على نفسها اهتمت بنفسها وما فيش عمليات تجميل بتصغر كده في السن هو لازم الواحدة تكون هي من زمان مهتمة ببشرتها ومهتمة بالكريمات اللي بتحطها على بشرتها مهتمة باكلها مهتمة باللايف ستايل بتاعها علشان توصل في الاخر للمرحلة خلينا نروح لتقرير ونرجع نكمل كلامنا مع السادة المشاهدين ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو اصغر شكليا 10 سنوات ماسي دورو جولد ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر اهمهم الدهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيرامايد المهروفة بقدرتها على اعادة شباب البشرة ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة السادة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومة دبي الإمارات ماسي دورو جولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير منتج إيطالي الصنع ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سنًا بعشر سنوات من أقوى مرخص من ماسي دورو جولد ستبدو مرخص من حكومة مرخص من حكومة مرخص من حكومة ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفينيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب يمكن شفنا في التقرير فروع كتير بالزبط الشركة ماسي فارم وانتشار كبير مش بس في مصر ده معناه أنه أي حد على مستوى العالمي يقدر يتواصل معكو أو يحصل على ماسي أكيد طبعا يا يومنا إحنا عندنا ماسي أنت عارفة أن شركة ماسي فارم عملت ماسي دورو جولد هو متصنع تماما من أول وآخره في إيطاليا From A to Z ال56 مكون الكيميائيين اللي صنعوه المصنع هناك في إيطاليا يعني هو منتج إيطالي الصنع بنسبة 100% ماسي دورو جولد موجود في ممكن نطلبه في أي مكان في العالم فيه أرقام بتظهر على الشاشة في جميع أنحاء العالم بيتصلوا به فيه أرقام خاصة بدولة الإمارات الشقيقة وأرقام خاصة في داخل جمهورية مصر العربية فماسي دورو جولد هو منتج عالمي مش مقتصر بس أنه يبقى موجود في مصر كمان لدينا فروع كتير جدا يا يومنا عندنا الفرع الرئيسي اللي هو ماسي فارم إيتالي ده في إيطاليا فيه عندنا فرع داخل جمهورية مصر العربية مقر القاهرة وفيه عندنا فرعين في دبي ماسي فارم كوزماتيكس وماسي فارم جلف اللي هو موجود في جبل عالي المنطقة الحرة وقريبا جدا ماسي فارم في USA في ولاية فلادلفيا ده لسه فرع تحت الإنشاء طيب ماسي كمان يا دكتورة ديني خلينا أقول لأستاذ المشاهدين أنه منتج مرخص من أماكن كتير مش من مكان واحد من ثلاث أماكن ومعنى أنه مرخص أنه خضع على اختبارات كتير جدا خضع على فحوصات كتير جدا اتجرب على ناس كتير مر بمراحل كتير واختبارات كتيرة جدا علشان تقدروا يعني تطرحوه في الأسواق والناس كلها تستخدموا وما يبقاش لي أي ساد إفاكت أو أضرار فخلينا نقول هو مرخص منين بالزبط ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية مرخص من دول الاتحاد الأوروبي لأنه هو طبعا مصنوع في إيطاليا وكمان مرخص من الإمارات حكومة دبي يعني ماسي دورو جولد آمن جدا مالوش أي أعراض جنبية إطلاقا يستخدم للسيدات يستخدم للرجال يستخدم لجميع أنواع البشرة من غير أي أعراض جنبية يستخدم لجميع العمار يبتدأ من 18 سنة من 18 لحد كام؟ لا عندي عملة عندنا عملة في شركة ماسي لغاية 80 سنة بيستخدمهم ماسي دورو جولد مهتمين جدا شفوا 80 سنة ومهتمة من هي جديدة كريم وتحطوا علشان تبصوا في المراتب أم مبسوطة طب دي لعن يعني طبعا الأمارات 80 سنة دي لسه فعز شبابها 80 سنة دي أصلا يومنا بأي نشكلها مثلا 50 سنة أيوة من كتر اهتمام بشرت لا أنا بأقولك يعني بصوا يعني 80 سنة يعني هي كبرت فعليا كرقم هي كبرت بس روحها بصوا قد إيه جميلة وصغيرة وتدور أنها تشتري كريم وتحلي نفسها وتجمل في نفسها يعني والله العظيم أنا بشوف ناس يعني أقولك إيه صحيا متهلكة متهلكة جدا جدا لكن بتتمسك بأي أشياء تقدر تخليها مقبلة على الحياة أو تخفف عنها عناء اللي هي فيها اللي هي فيها صح صح يعني أنا مثلا مثلا لما روح مثلا لقافير مثلا ألاقي ستة كبيرة قاعدة على كرسي بعجل يعني وقاعدة مهتمة جدا إن هي تعمل ما عرفش إيه ببسط جدا لأنه الدي الستة دي صحيحة عندها مشكلة أو ربنا أديها مشكلة بس هيئة ما فقدتش الأمل هي مبسوطة جدا فديه نمازج أنا بقول لكم كده ليه بقول لكم فيه نمازج يا جماعة عندها مشكلة كتير كده ومع ذلك يا ما فقدتش الأمل وعندها أمل في الحياة وعاوزة تبقى حلو وعاوزة تتجمل لعل دا يديها كده طاقة إيجابية تساعدها على اللي هي فيه أنت بقا قاعدة في البيت ما بتعملش أي حاجة مثلا أو بتشتغلي أو 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 والحمد لله عندك كل سبل الراحة ليه ما تهتميش بنفسك بقا وتيجي بعد كده تقولي دا أنا حسة أن أنا عجزت طب ما هو طبيعي لأنه أنت مش مدين نفسك حقا صح 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 وكريم للرقبة أنا بأتكلم في دا عشان السيدات اللي بتقول ما عنديش وقت أنا متجوزة وعندي عيال وبعدي مدارس هو مش حاجة تحطوها يعني هو حاجة واحدة هي بتبقى خلص على تسرحتها فقط كريم ماسي دورو جولد بيغنيها عن كل كل كلام دا وهي أكيد عندها خمس دا من من الأربعة وعشرين ساعة تزبط نفسها فيها أكيد يعني فماسي دورو جولد طبعا آمن جدا كنا منتكلم برضو على الترخيص الستات الحوامل ما تهملش في نفسها الستات الحوامل تبتدي تستخدمه من بعد الشهر التالت بديها حيوية حلوة قوي بديها نظارة حلوة قوي الستات المتجوزين وعندها عيال وعندها بيتها وعندها جوزها والمطبخ والعيال والنادي والمدرسة أيوة بقول لك خمس دقايق الصبح وخمس دقايق بالليل لو شايف أنه كتير قوي كفاية خمس دقايق ثلاث دقايق بالليل قبل ما بتنام بساعة ليه بقول كده كده العيال في المدرس بتنام بدري أصلا يعني ما تتلك كيكوش بينام بدري ومدرس دخل فعلا يومنا العملاء طيرين يعني احنا قاوم نتكلم وبنعمل الماركتينج بتاع ماسي بس أكتر وقت بيسعدنا كلنا لما بلاقي النتائج البوزيتف لي سيدات كتير مبسوطة يعني بتقول لي مثلا أنا هاخده يا دكتورة دينا وشهرين كده وأكلمك آه تقولك إيه الأخبار آه قلت لها بصي أنا مستنية تليفونك لأ أنا مجربة وعارفة هو معي أنا شخصيا طحفة بس أنا لما صاحباتي بقى بياخدوه برضو بحب أسأل آه طبعا إيه الأخبار بقى يعني عارفة لأنه هم طبعا بيبقوا سمعوا عنه مني مثلا أو عارفوا فلا هو إيه الأخبار يقولوا لي لا 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 إحنا منبهرين منبهرين فعارفة لهو الواحد يعني إيه ببصة أنه بقت فيه حاجة موجودة حلوة طبعا ومش قادر أقولك من أكتر الحاجات اللي بتتاخد كدوهات هو ماسي مفيش ستة في مصر مفيش ستة في مصر يعني أنا على طول رجال طبعا أقوله هو صالح للرجال وبستخدم من الرجال بس الرجال كتير بيكلموني أنا مرات يا دكتورة دينا خوتاني بماسي ده بجد ابعتلي ماسي أنا هدية عيد ميلادها فبقوله مثلا هو في شرم الشيخ وامراته في طنطة فبقولي لأ ابعتهوا لي شرم عشان ما دخلش على البيت من غير ومش هتدخلني فطبعا الحلوة أن ماسي إحنا عندنا مندوبين في جميع محافظات مصر وبيوصل في نفس اليوم لو محافظة بعيدة شوية خلال 24 ساعة ده ماكسيمم طبعا الكول سنتر متواجد يومنا 24 ساعة 7 تيام في الأسبوع ما عندناش ساعة أجازة فسهل قوي الحصول على ماسي درو جولد ومرخص من جميع الجهات وحق كل الناس طبعا اللي بتتفرج علينا أنه يعرفوا أن المنتج آمن جدا طب أنتوا ليه مش عاملينه في الماركت سيد دكتور حنان يعني ليه مش عاملينه مثلا أنه ننزل ألا إيه موجود كده على الشلف تمامية شركة ماسي فارم فعلا يومنا حبت أن هي توفر على العملة ما تخليهمش ينزلوا يسألوا فين أقرب ما كان نقدر نيجيب منه ماسي لا بالعكس ماسي بيوصلهم لحد باب البيت عايزة أقولك أن ماسي عامل طفرة كبيرة جدا جدا لكل العملة إحنا بنحب جدا نتابع معهم بعد ما بياخدوا ماسي بنسألوا عايزة أقولك من أول أسبوع يا يومنا النتائج كلها إيجابية مش عايزة أقولك قد إيه وحاولت أعمل إحصائية كده السن يعني إيه أكتر سن بيحس أن ماسي دور جولد فعلا جاب معا نتيجة لقيت فعلا معرفتش عامل يعني لقيت من سن 18 سنة وانتي طلعة النتائج إيجابية جدا بس أكتر عمر والله كلهم يا يومنا يعني أكتر عمر بيطلبوا التلاتينين بس النتائج الإيجابية مع مين هي فعلا مدية من سن 18 سنة فما فوق من غير أي تفريق يعني فعايزة أقولك جايب نتيجة هيلة جدا من أول ضغطة يا يومنا بنحس بنضارة وحيوية كل التعليقات إن من أول ضغطة بتحس بنضارة وحيوية التجعيد التصبغات الجلدية البقع لدكنة من كل أسبوع بنحس بتحسن لمدة 6 شهور كل الناس اللي أخدوا ماسي دورو جولد بعد إتمام الشهر السادس ما بيحطوش ميكب ودي شهادة من كل الناس اللي استخدموه وما بيرجعوش يستخدموه تاني ليه بقى لأن أنت ما بتحطيش ميكب لأن الميكب هو عبارة عن زي حاجز أو حاجة بتداري بيها عيوب البشرة فلو أنت بشرتك حلوة وما فيهاش أي عيوب وبرفت أنت مش محتاجة تستخدمي أي ميكب وده اللي أنا بقوله أن ماسي دورو جولد هو علاجي تجميلي للبشرة بالنسبة ليه إحنا كنا بنقول في إيه كنا سألتيني على حاجة دلوقتي أنت نستيني يا دكتورة حني خدتيني في الكلام ونستيني إذن هو ما بيحتاجش الواحدة ونتحتاجش لميكب ما بنكراروش تاني هو ما بنكراروش تاني ليه بقى لأن ماسي دورو جولد زي ما بنقول هو بيزبط صبغة الميلانين للمستوى الطبيعي بتبقى عالية جدا وده اللي بيسبب الهالات السوداء التصابغات الجلدية الكلام لا مش أي مشاكل في البشرة فلما برجع صبغة الميلانين لمستوىها الطبيعي أنا كده بفتحه تماما ده السبب الرئيسي اللي بيخلي الانسيكس أكشن ما بيقول فيها الوايتنين اللي بيعالج شحوب الواق فأنتي زبطي صبغة الميلانين لمستوىها الطبيعي ومرها ما بترجع تعلتيني فعشان كده ده اللي بنقوله إن ده السر وراء إن ماسي دور جلد إزاي نعجز بزكاء وإزاي يخلي شكل البشرة شكليا أصغر عشر سنين يعني هو الفكرة مش إنه قالك تجايد بس هو بشغل على التفتيح كمان لأنه في شريحة كبيرة جدا ممكن تقولك أنا ما عنديش تجايد ولا عندي أي حاجة بس عاوزة أفتح أفتح عندي مشكلة الشمس حرقتني بقى خسيت زيادة عن الحد فالخصية بتغمق على فكرة الواحد لما يخص زيادة عن اللزوم تلاقي وشه قال كده وغمق ففكرة التفتيح دي برضو ده عايز أقولك أنا كل العمل عايزين تفتحه يعني كله طبعا إحنا طلعنا من فصل السيف كلنا غمئين ماسي دور جلد بيقدر يرجحها للونها الطبيعي بين نظارة وحيوية ده سيدات ورجال سيدات ورجال سواء الرجل عايز بشرته تفتحها أو السيدة طبعا ماسي دور جلد الحل الأمثل أولا لعلاج الهالات السودة اللي مش مقتصر على سين معين على طول ما نقول الهالات السودة والتجعيد ده بعد التلاتين بعد الاربعين أو what ever التجعيد والهالات السودة أنا بقيت أشوفهم على بناتهم وعندهم خمسة عشر سنة فماسي دور جلد بيدي نتيجة هيلة للتفتيح بس مش واحدة مثلا صمرة هتبقى إبيضة بيدي نتيجة التفتيح بتعلونها الأساسي بس بصحة للبشرة بكوالة عالية مش هتحتاج ميكاب كتير قوي بيستخدموا ماسي دور جلد واحدة بتشتعال في شركة أو بتشتعال في وات افر فبتقولي يا دكتورة دينا والله أنا بقيت أنزل الصبح حتى ماسكرة وروج ما بقيتش أحط طبقات الميكاب البانككيك والفاونديشن والكونسيلر والكلام ده كله فماسي دور جلد الحل الأمس اللي علاج أي تسببات جلدية نمش انت عفى نمش كمان بيكتر في الصيف قوي بيقدر يعالج النمش علاج نهائي يقدر يعالج التسببات الجلدية الهالات السوداء البقع وكلف الحمل يمكن سيدات كتير بتعاني من كلف الحمل بيقدر يعامل ده وكمان ممكن كوزماتيكس معينة لو عاملت حساسية في البشرة الحساسية بتحمره وتقلب غمقة أحيانا فيه كوزماتيكس تعمل حساسية ماسي دور جلد بيقدر يعالج حتى الغمقان لنتيجة حساسية من أي حاجة تانية جميل طيب نروح لتقرير يا جماعة ونرجع مرة تانية نكمل كلامنا ماسي دور جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً عشر سنوات ماسي دور جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الدهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجان والهايلورونيك أساد والسيرامايد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة المعروفة بمساعدية والتقرير كافيار والكالوجين المعروفين والكافيار ماسي دور جولد مناسب للرجال والنساء ماسي دور جولد مناسب لجميع أنواع البشرة ماسيدورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسيدورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات ماسيدورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير منتج إيطالي الصنع ماسيدورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سنة بعشر سنوات من الأولى من مرخص من ماسيدورو جولد ستبدو مرخص من حكومات دبي الإمارات سوف تبدو مرخص وضع ماسيدورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إتلي ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم غايف ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفينيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب دكتورة حنان يمكن أنتوا اعتمدتوا على تقنية النانو بالضبط وتقنية النانو دي من التقنيات اللي انتشرت على مستوى العالم إنها تقنية متطورة جدا في صناعة أي حاجة أي حاجة في منتجات التجميل خلينا نشرح للناس يعني إيه تقنية نانو ويعني إيه لما استخدمتها في ماسي دي إفادة كبيرة أو إضافة كبيرة لمنتج زي ده مظبوط هي تقنية النانو أو النانو تكنولوجي دي يومنا بتعتمد على إن أنا الـ 56 مكون اللي موجودين في ماسي دورو جولد أنا بطحنهم تماما يعني إيه يعني بصغر الـ particles أو الجزيئات أوي لدرجة إن أنا أخلي الجلد يبقى سهل عليه امتصاص الـ 56 مكون ده هيفيدني في إيه هيفيدني في حاجتين أول حاجة إن كل ضغطة من ماسي دورو جولد هيبقى فيها الـ 56 مكون يعني أنا عندي أهم حاجة إن ماسي دورو جولد معمول بـ pump أو atomizer كده إن أنا لو حطيت يعني أهو أنا مثلا هحط نقطة النقطة اللي أنا حطتها دي دي نقطة شو في قد إيه فيها الـ 56 مكون فالـ 56 مكون دول موجودين في كل ضغطة من ضغطات ماسي ده بفضل تقنية النانو تكنولوجي كمان حاجة تانية من كل نقطة فيها كل المكونات فيها الـ 56 مكون فيه ناس تقولك لأ طب ما هو أنتو بتقولوا إن الدهب جزيئات يبقى الجزيئات هتنزل تحت عشان تقيلها هقول لها لأ لأ لأن المنتج معمول بتقنية النانو تكنولوجي اللي خلت جزيئات الدهب تبقى مندمجة مع الـ 55 مكون التانين ويبقى كل ضغطة من ماسي دورو جولد تحتوي على الـ 56 مكون دي أول حاجة تاني حاجة من تقنية نانو تكنولوجي خلت الجلد يقدر إنه يستجيب بسرعة ويمتص بسرعة الـ 56 مكون من غير ما بيسيب أي أثر دهني على البشرة وده بينفع جدا فيه البشرة الدهنية والبشرة الجفة وكمان البشرة المختلطة طيب فيه ناس كتير تقول طب الكلام اللي بتقولوا ده جميل بس الكلام ده بتاع ناس معينة بتاع شريحة معينة مش بتاع نحن أنا بتكلم عن اللسان الناس اللي ممكن تكون بتشوفنا دلوقتي هل هو ده حقيقي إنه ده اطلاقا يعني مسي دورو جولد يا يومنا غطى كل الفئات وكل الكلاسز عندنا عملة في محافظات وفي مراكز مركز في مركز عندنا سيدات ربات منزل ما بتشتغلش عندنا سيدات عاملات عندنا أعلميين أعلميات عندنا كل الفئات فعلا أنا لما بستقبل تليفونات بنفسي يا دكتورة دينا انتوا عاملين منتج مش لنا مش للمصريين لا أنا بقول لك زمان معظم النس لا بالعكس مسي دورو جولد موجود وبقت ثقافة العناية بالبشرة موجودة في كل الفئات متعلمين غير متعلمين كل الفئات بقى عندها ثقافة العناية بالبشرة بالعكس مسي دورو جولد ما أعتقدش إن في محافظة في مصر ما حصلتش على مسي دورو جولد ولا حتى مرجز جوه هو ما فيش ستة دلوقتي مش عارفة مسي دورو جولد الحقيقة يعني يعني عادت يومين كده في المصيف يعني فلقيت كل الستات ما شاء الله عارفة مسي دورو جولد يعني ما عارفتش يعني كل ما عود ألاقي حد جاي بيسألني عن مسي دورو جولد فلقيت كله ورجالة كمان على فكرة يعني تلاقي الواحدة قاعدة إيه مثلا الجنب جوزها أخوها تلاقي الكلام عايزة تعرف عايزة تستفسر ومش عيب أبدا يا يومنا إن أنا أحاول أوصل لجمال الممثلين أو جمال الإعلاميات أو كده بالعكس دي حاجة كويسة إن حاجة تبقى في متناول إيدي إن أنا أجيبها بمكالمة التليفون وتوصلني لحد باب البيت ويشبيني بجمال الممثلات أو جمال الإعلاميات أو أي حاجة فدي حاجة كويسة بالعكس دي حاجة أو أنا دايما بقول إن مفيش واحدة على طول كل حلقة بقول مفيش ستة مش حلوة صح كل واحدة تقدر إن هي تبقى أجمل واحدة في الدنيا ومش شرط تكون يبت تمتع بالمقيس العالمية للجمال على فكرة يعني مش شرط تكون يعنيك عاملة إزاي وبقىك عاملة إزاي وشعرك خالص أنت ممكن تكون ملامحك بسيطة ورقيقة جدا بس البصة في وشك يعني تطول العمر تطول العمر زي ما بيقولوا هو ده المطلوب بس مش أكتر ولا أقل ومش بتاع الإعلامين ولا بتاع الفنانين ولا 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 أنا نفسي شفت ناس عادية جدا طبيعية جدا ناس زي أمهاتنا وإخواتنا ناس عاديين زينا ناس عاديين خالص وبيستخدموا مبسوطين وبيكرروا على فكرة وبيكرروا طب يمكن أنا سألت السؤال ده هعيده تاني هو لازم يتكرر ولا هو مرة واحدة كفاية هي العبوة كورس كامل بيليعلاك كل علامات التقدم في السينوانس كنتي خلصت الكورس خلاص وشك اتعالج بس أنت لازم تحافظي يعني أي سيدة بتستخدم ماسي بعد ما بتخلص كورس لازم تحافظ على النتيجة مش نتعرض للشمس ونحطش واقي شمس نشرب ماي كويس نبقى أبتميستيك للحياة يبقى عندنا البوستف انرجي لكن لو مش عايزة تقرره ما فيش مشكلة أنت وشك هيفضل بكواليتي عالية جدا مدى طويل في ناس كتير بتحب تكرره حتى لو المشكلة تعالجت بتطولي لا أنا المشكلة تعالجت فعايزة حافظي بعتلي تانية دكتورة دين ففي ناس كتير بتكرره لكن الناس اللي مش قادرة تكرره هو قريدي فيه 56 مكون بتحطي دهب وكفيار وكولاجين وسيرامايد وفيلر وبوتوكس لايك أكشن ومليون حاجة في وشك على مدار 6 شهور فلا لو انت مش قادرة تكرره خلاص انت بتاخدي الكورس ده بيبقى بعد 6 شهور أي مشكلة من علامات تقدره في سلم تعالجت تمامايد أنا بشكركم على وجودكم معي النهاردة ضفت العزيزة دكتورة دينة أبو سعود ودكتورة حنان الحسيني إحنا حلقتنا خلصت تقدروا تشوفوا حلقاتكم لها على اليوتيوب واللي ملحقناش في الهواء اللي قاعدة بتاعتنا بتبقى تمانية صباحاً أي حد عنده سؤال أو استفسار يبعتوا على صفحتي الشخصية اللي هتظهر لحضراتكم على الشاشة دلوقتي أتمنى دايماً نكون ضيف غفافة على حضراتكم أشوفكم بكرة إن شاء الله وانتوا في أحسن صحة وفي أحسن حال كنت معاكم يومنا طولاً السلام عليكم موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة